كنا يمكن وقفنا المرة اللي فاتت عند الجزئية ديت اللي هي تسليح الاعداء المشترك قلنا ان في حديد في الاتجاه الطولي وحديد في الاتجاه العربي حديد في الاتجاه الطولي بيغطي المومنت المين اللي هنا والمومنت اللي تحت العمود نمرة اثنين والمومنت اللي تحت العمود نمرة واحد وبعدين الحديد العرضي اللي هو الغطر بيتصمم على المومنت اللي في الاتجاه القصيد فعلى الاختبار الاخترار لما كنا بندرس في الاسوليتد فوتينج قلنا ان لما تيجي تعمل اختبار الاخترار عندك اثنين اوبشن الاوبشن الاولاني انك تحسب الكيو بانش البانشين بفوتس على انها الاريا اللي خارج المستطيل اللي على بعده دي على اثنين من وش العمود من كل ناحية وتضربه في الافاين ده الاوبشن الاول الاوبشن التاني انك تحسب البريشن وزن المستطيل وتضربه في الافاين وتطرح منه او تطرحه من حمل العمود اوكي تعالى لما نيجي ندرس الكمباين ياهل الخير لما نيجي ندرس الكمباين دفوتين ايه الاوبشن اللي قدامي ما فيش جر اوبشن واحد لما تيجي تدرس الفانش في الحالة دي فما قدامكش جر اوبشن واحد بس ليه انت ما انتش عارف الحيز اللي مغطيه كل عمود فما بقاش قدامك جر اوبشن انك تجيب حمل العمود وتطرح منه الافليفت بريشار مضروب فيه مساحة المستطيل المحيط بالقعد بالعمود تمام كمل معايا ناخد اجزامبل دي البانش فورس هي حمل العمود مطروح منه الكونتك تبريشار مضروب في مساحة المستطيل وهكذا للعمود التالي ابدأ مسألة معايا المسألة دي من كتاب الدكتور مشهور غنيل المسألة بسيطة جدا عندنا عمودين العمود الاولاني سي واحد ابعاده تلاتين في اربعين وحمله مية تلاتين وتلاتين طانب العمود التاني تلاتين في سبعين حمله مية ستة وتسسعين طانب الكيو علاقه بالسويل 1.75 كيلو جرام على سنتيمتر مربع الف سي 250 كيلو الف فيل 4 تلات المسألة للامانة من كتاب الدكتور مشهور غنيل عند السلقاهرة هو مصمم مكتب اسكندرية استاذنا في الخرصانة وعلى رأسنا من فوق انه هو هذا الاكزامبل من كتابه عشان ما يبقاش سارقة علمية تمام ايه الدياتا اللي جيفن دي كل الدياتا احمال الاعمدة اماكن الاعمدة السنتر تسينتر سبيسنج تلاتة ستين ابعاد الاعمدة هتبدأ الدزاين ازاي تمام اول خطوة انك تجيب المحصلة وتحدد نقطة التأثير المحصلة هي مجموعة الاحمال مباشرة تمام تجيب نقطة التأثير تاخد المومنت عند اي نقطة العزوم حواليه اي نقطة هي تساوي عزوم كل القوى او عزم المحصلة حوالين نقطة يساوي عزوم كل القوى المؤثرة حوالين نفس النقطة انا هستغل المعادلة دية واقول ان دي المحصلة هضربها في نقطة مسافة تأثيرها اللي سمناها XR تمام هتساوي ايه هتساوي العمود اتنين في مسافة تأثيرها الي هي في الحالة دية S هنعرف ايه ومعرفش ايه معرفش بس نقطة تأثير المحصلة لأن اعرف قميرة اطلع نقطة التأثير فهي طلعت على بعد اتنين متر وخمستاشر سنطي من العمود وقم واحد اوكي? تمام. قلنا المرة اللي فاتت ان for any design you have to guess first. يعني ايه? انت تتنبع الاول. وبعد ايه? تعمل ال design وتشوف ال dimension زي اللي انت حطيتها ديها safe ولا unsafe. ازا طلعت safe ولكن كبيرة waste بتقللها. ازا طلعت unsafe بتزودها. اوكي? فافترضنا ان طول العادية يسا ومرتين المسافة ايه ساعة مضاف اليها نص طول العمود الاول زاد نص طول العمود الثاني زاد مسافة تتراوح من متر المتريه. اوكي? هتجمع القصة دي طلعت تقريبا اربعة خمسة وتمانين. اربعة متر خمسة وتمانين سنتي. هتضف لها متر وخمستاشر سنتي يبقى الطول بتاع الاعدة العادية المشتركة هو ستة متر. اوكي? ثم ماذا؟ في البداية قلنا كونو الاعدة دي هي اعدة مشتركة. لما عمودين فانا هعملها على انها اوبرهانجينج بيم. يعني بيم زي اي بيم في الاستراكشن ليه دابل كانتليفر كانتليفر يمين وكانتليفر شمال. ولكن مقلوب. البيم العادي زي اي كاميرا. حملها جاي من البلاثة فوق عليه. والسبورت فين? اماكن الاعمدة. الوضع مقلوب. ليه? الحمل جاي من اين? هو من اسفل الى اعلى. تمام? ايه هو البيم? هو الاعدة المشتركة. اين نقاط التثبيت? اماكن الاعمل. هي دي السفور. اوكي? تمام? عشان تحل البيم دا والكاستراكشن بطريقة سهلة. بتحول الابليفت بريشن من بريشن الى لاين لو. تمام? حمل خفطي. الحمل الخط دا قيمته ادي ايه? انك هتجيب الاب. ولكن عند الفونديشن ليه? ليه تدرك مجموع احمال العمودين في واحد واحد من عشرة. يبقى كده وصلت للكونتك سيرفس ما بين الصيل والاعدة. هتقسمه عليك يوقع اللاوب الصيل. اديك عشرين متر مربع. اوكي? دي الاريا بتاعة البلين كونكريت. العرض بتاع الاعدة طلع تلاتة خمسة واربعين. لو في مسألة ما اكتشفت بحسابات ان العرض بطلع اكبر من الطول تعمل ايه? قبل ما تبدأ وتغلط نفسك زود الطول شوية. فشي مش كده. تمام? كمل معك. يبقى البلين كونكريت دايمينشن. ستة متر في تلاتة خمسة اربعين في تكنس اربعين. مش عربة تلاتة اربعين. قدها زي ما تاخدها? مش مشكلة. هي القضية ان اقل من خمسة وعشرين سنطي في العادية يهمل. كألم توجه. يعني تخانة اشرين وخمستاشر وعاشرة وخمسة موجودة اه. ولكن ان شائيا لا في مثلاها. كأن المسلحة على الصيل مباشرة. دي الاعدة بقى بعدي. فاضل هحط الاعدة في ايه? احط الاعدة ازاي? احط الاعدة بحيث ان المحصلة تبقى في المنتصب في السنتر بتاع الاعدة. ليه? لو رحلت المحصلة يمين او شمال عن السنتر دول هتدي لك ايه? non uniform stress distribution على الصيل. وهذا لا نريده. وصلت? تمام. كمل معاي. هتاخد مسافة الرفرفة ما بين العادية والمسلحة هي تخانة العادية. يبقى تقدر تحدد ابعاد المسلحة. خمسة عشرين في اتنين خمسة وستين. تمام? هتفرض الثكنس تمانين. بناء على ايه? على اي حال. هي مش المفروض اي حال. بناء على الخبرة النسبية. طي افرض انك قدتها ستين وطلعت انصيف زودة. افرض انك قدتها متر عشرين وطلعت فيري سيف. الليلة. اوكي? تمام. كمل معاي. حمل العمود الاول مدام ما اديناكشي. لايف لوحده. وديد لوحده. بتاخد حمل العمود وتضرابه في واحد ونص. يبقى حمل العمود الاول بقى مية تمانية وتسعين طن. العمود التاني بقى ميتين اربعة وتسعين طن. الخطوة اللي بعد كده هتجيب لللاين لقول. ما هواش بريشور يونفورم على اريا ولكن حل موزع خطي على سنتر لاين. على فرض من السنتر لاين. هو السنتر لاين بتاع الفيرشوال استراكشورال بيم اللي انا بحله. هو فيرشوال هو مش موجود بالشكل ده. انا بفترض. لغاية لما حل في الاتجاه الطول. لما اجي حل في الاتجاه العرضي احط العطل. فانش ايه مشكل. اوكي. يبقى F U N كحمل موزع على المتر الطولي احمال الاعمدة مقسومة على الطول. طلع اربعة وتسعين اتنين وستين من مية طن على المتر الطول. هترسم لي المسألة. مسألة بس تقلبها لي. بدلا ما كنت بتحط اللود اعلى والسبورت تحت هي مقلوبة بالضبط. اوكي. طيب بعد كده. لما بتكون بترسم البندنج مومنت دياجرام. بتدور على البوينت اوف زير وشير عشان تجيب الماكسيموم مومنت. لو بس اطلاق ببساطة جدا جدا. هتلاقي نفسك بتعمل ايه? لو بدأنا من ناحية الشمال. بص من فوق ايه الحمل اللي عندي? مية تمانية وتسعين طن. اوكي? الفكرة انا بعمل ايه? بشوف طول قد ايه? من الحمل ده اللي يساوي القوة دي. وصلت? فانا هقول ان في طول اسمه اكس. انا مضرابه في اللاين لوت دوت يساوي الحمل ده. صح الكلام ده ولا غلط? تمام? يبقى المية تمانية وتسعين لو حمل العمود دوت هيساوي اللاين لوت في اكس. اكس طلعت اتنين متر. وتسعى صدر. طيب? لو انت قلت لي انا مش عايز ابدأ من ناحية الشمال. ابدأ من اليمين. ندعو الله ان نكون ايه? من اهل اليمين. نعمل ايه? ايه الحمل المؤثر? متين اربعة وتسعين. هتشوف المسافة واي قد ايه? اللي تعادل المتين اربعة وتسعين. وصلت? هتلاقي نفس النقطة بالضبط. يبقى دي نقطة التأثير المحصد. اه مع زرط. دي البوينت اوف زيرو شير. عند البوينت اوف زيرو شير هتجيب المومنت يبقى هو ده الماكسيمان مومنت. يا ايه الخير. الماكسيمان مومنت عند النقطة دي بمنطقة البساطة. يتجيبه ناحية اليمين. يتجيبه ناحية الشمال. اقول له الجلطة انا شفتها. المهندس اللي هو هيفرق المهندس بعد شهرين. خد المومنت عند النقطة دي. ولكن يمين وشمال. طلعها لك صفر. اذا الماكسيمان مومنت يساوي صفر. واطلع لمنظرية جديدة ان الاعداء المشتركة على الوضع دوت معلاش موقف. هي الفكرة بمنطقة البساطة ان كون اليم ده وتستيبل يبقى المومنت بتاع كل القون المؤثر عليه. عند اي نقطة لازم تسوي صفر. صحيح كلام. انت بتاخد المومنت انت يا يمين يشمال النقط. ما ينفعش تاخد يمين وشمال. ويلا هتعمل زي الجينيوس اللي انا قلتلك عليه. يبقى المومنت من ناحية الشمال. المية تمانية وتسعين طن معثرة. هي في اتجاه. هتضرب في كام. اتنين متر وتسعة سنتي. ما تروح منها خمسة واربعين. يبقى جبت المومنت. نتيجة القوة دي عند النقطة دي. ايه تاني بيأثرت. قيمته. اربعة وتسعين اتنين وستين. هضربه. في اتنين متر وتسعة. يبقى حولته الى كونسنتريتد لول. هجيب المومنت بتاع الكونسنتريتد لول. بان انا اضرب في اتنين متر وتسعة على اتنين. طلع مية وتمنتاشر وسبعة من مية. خلي بالك من حاج. انا ما يهمنيش. القيمة قد ما يهمني الاتجاه. المومنت ديه للسهم الفوق ولا التحت. هيطلع في الحالة دي الفوق ان المومنت نتيجة حمل العمود اكبر. تمام? مكان المومنت هيفرق معك فيه. هيفرق في مكان حديد التنشن اللي هتخطه. تفرق كتير قوي. انت ممكن بمنتقى البساطة تحط الحديد في الكمبريشن وانت مش داريها. وصلت? تمام. كمل معاك. تقدر تجيب المومنت عند نقطة اتنين والمومنت عند نقطة تلاتة حيث اتنين اسفل العمود رقم اتنين. تلاتة اسفل العمود رقم واحد. او تجيب عند اي نقطة. اوكي? وترسم لي البندنج مومنت دياجرام بالشكل ده. وصلت? تمام. الفضل ايه? الفضل. اللي يهمني ايه بقى? اللي يهمني قيمة المومنت عند وش العمود. تمام? اقدر اجيبه عند اي نقطة ايه? عند واحد اتنين تلاتة اربعة اي نقطة انا عايزة. بمنتقى البساطة. وصلت? تمام. يبقى عند نقطة واحد دي قيمة المومنت. اتنين قيمة المومنت. تلاتة او اربعة. لما اجي اعمل للفوتنج. هصمم على انهي عزب. هصمم. وتسليح مين? على المومنت ده. طب وخيم المومنت دي. اجيب عليها الحديد السفلي. الحديد الطولي السفلي اللي هحطه في الاعداء المشترك. وصلت? تمام. تقدر ترسم لي الشير فورس دياجرام? منتقى البساطة. ها? ابدأ معاك. من على الشمال? وطالع. او من على يمين? ونازل. اوكي? تمام. من على الشمال وطالع اهو. لغاية لما توصل للسنتر لاين بتاع العمور. تاخد قيمة الفورس بتاعت العمور. وتوصل لغاية هنا. من اين? ممكن تبدأ يمين. من على اليمين? ونازل. قيمة المومنت وتوصل? طيب. هفكرك. كشير فورس. يهمني الشير فين? تمام. على بعد دي على اتنين من وش العمور. يمين وش مال? ايوة يمين وش مال? ولكن القضية مش عايزك تضايع وقتك في الجزء اللي برا العمور. قيمة الشير بتبقى ليالك. اللي يهمك فين? هنا? او هنا. ايوهما اكبر لان الوضع الطبيعي لو قدرت تتسايف او تخلي الشير الكبير سيف. خلاص كله هيبقى سيف. وصلت? تمام. كمل معاك. الديزاير في اللونج دايريكشن. خدنا هنا الكفر سبعة سانت. ليه الكفر ساعات بيبقى سبعة في الاسيسات? وليه ساعات بيبقى خمسة? على حسب ركز معاك. على حسب التحليل الكيميائي للمية الجوفية او للصيل في الموت. ايه اللي جاب الكيمياء لتخانة الكفر? ركز معاك. ركز معاك. احنا في الكيمياء من وجهة نظر الخرصانة بنتلع اربع حاجات. الحاجة الاولى الاحمال الاملاح الكلية الدايبة. تي دي اس. الحاجة التانية نسبة الكابريتال او محتوى الكابريتال. الحاجة التالتة محتوى الكولوريدال. الحاجة الرابعة البي اتش. تمام? التوتر دي سولفت سولت المية وخمسة عشر عنصر بتاع جدول اه جدول ايه? الجدول الدوري. موجودة في تي دي اس. تمام? ده واحدة منه. طيب. الحاجة التانية نسبة او محتوى الكابريتال. يلين في ايه محتوى الكابريتال? لما يبقى المية الجوفية فيها كابريتال? الكابريتال بتتفاعل مع الخرصان. الناتج الكيميائي من التفاعل جود حجمه اكبر من حجم الخرصان. فبتبدأ يحصل شروخ. ان البرودكت من التفاعل حجمه ام. فتبدأ الخرصانة تشارك. لما الخرصانة تشارك المية الجوفية هتدخل لغاية لما توصل للحديد. وقت وصول المية للحديد تبدأ الكولوريدال تعمل صدق وتآكل في الحديد. وصلت ولا تاني? حاض. الكابريتات اللي موجودة في المية الجوفية او في الصيل بتتفاعل مع الخرصان. ناتج التفاعل المادة كيميائية انا ما عرفش اسمها. المادة دية حجمها اكبر من حجم الخرصان. فبتبدأ تشارك في الخرصان. او بمعنى اذاك تشارك في الكافر. لما الكافر يشارك تبدأ المية الجوفية توصل للحديد. المية دية فيها محتوى من الكولوريدال. الكولوريدال تبدأ تعمل صدق وتآكل في الحديد. وهنا منبع الفطورة. تخيل لو الحديد انت كنت عامل جزائي ان الدامتر بتاع السيق اتنين وعشرين. بعد مرور خمس ست سنين بقى خمسة ميلي. يبقى تنشك اللي انت كنت عامل حساب انها يتشال على اتنين وعشرين ميلي بقى متشال على خمسة ميلي. يحصل ايه? ما لا تحمد عقبك. وصلت? رابع حاجة هي البي اتش. هي قليلة الاستعمال ولكن لو ظاهر فيها الخطورة تبقى في منتهى الخطور. الرمج التقليدي بتاعها من اربعة ونص لتسعة ونص. اقل من اربعة ونص بتمقى شديدة القاعدية فتاكل مع زرطن شديدة الحامضية فتاكل في اي متيريال انت بتحطها فيها. تمام? لما بتتعدى اتناشر ونص بتبقى سامة تقتل الجنس البشر. طول ماء من اربعة ونص لتسعة ونص من وجهة نظر الخرصانة مش قلقان. اقل من اربعة ونص تبدأ تقلق. زيادة عن اتناشر ونص انت نفسك تقلق. لان المية ديت سامة تقتل الانسان. وصلت? كمل معاك. ايبقى اخذنا الكافر سبعة سانتي فضل يا بي. ما تزودوش عن سبعة لان اكتر من سبعة ممكن يشرق هو نفسه. لا هذا خطر. تمام? حاجة تانية. بالمرة مننا وصلنا للجزئية ديت. يفضل استخدام البورتلاندي العادي. عن السي ووتر. بيمدي سترينسة اعلى من السي ووتر. يعني لو عملت خلطة كارسانية. نفس البورتلاندي العادي. هي نفس الخلطة عملتها بسي ووتر. السترينس بتاعت السي ووتر بتبقى اقالي. الحل لما الكابريتات تعلى جدا. والكلوريدات تعلى جدا. انك تستخدم بورتلاندي عادي. ولكن تزود شكارت اسمانت على كل متر مكاعدة. التلتمية وخمسين تبقى ربعمية للمسلحة. والمتين وخمسين تبقى تلتمية للعديد. وتخلى الكافر بتاع الاعدة ديها تلاتة وسبعين سنتر. المومنت على المتر الطولي مجرد انك هتقسم على العرض بتاع الاعدة. عشان الحديد اللي يطلع لك تحطه مباشرة بالمتر الطول. مش عايز تقسم مفيش مشكلة. ولكن لما تيجي توزع الحديد. خد قيمة المومنت كلها ووزع الحديد على عرض الاعدة المشتركة كله. هتجيب الار بالطريقة التقليدية. الار اوميجا وتجيب منها الاريا ستيل. الاريا ستيل المطلوبة ديها طلعت ستة فاي عشرين. يبقى ده الحديد العلوي. الميت ستة فاي عشرين على المتر. كمل معايا. المينموم للقطاع دول طالع ستة فاي ستتاشر. طيب بعد كده هتدور على انهي مومنت. اكبر مومنت سوفلي. اوكي؟ كم قيمته تلاتين سبعة وعشرين متر طانع. هتحوله على المتر الطولي طالع حداشر. الاريا ستيل المطلوبة طالعة تسعة تلاتاشر. اقل من المينموم لان المينموم هنا اتناشر سنطر. يبقى في الحالة دي هتاخد المينموم. الحديد ده هتحطه فيه؟ هو حديد سوفلي في الاتجاه الطولي للقاعدة. حديد سوفلي في الاتجاه الطولي. ما تضيعش وقتك في انك تصمر كل مومنت انت طلعت. الفكرة ايه؟ الفكرة لو قدرت تغطي الماكسيمم مومنت في الكيس اللي تحت. يبقى غطيت الكل. وصلت الفكرة؟ تمام. ركز معاي. في الاتجاه العربي. انت لو ركزت ديها واحدة هتلاقيها سهلة جدا. ماذا يحدث؟ هتقول لي ان انا هبعد ديه على اتنين من كل نحية. تمام؟ يبقى العمود سبعين. هبعد ديه على اتنين النحية دي. وديه على اتنين النحية. اوكي؟ تمام. طيب هنا العمود اربعين. هبعد ديه على اتنين نحية. طب والنحية دي. لقيت ان ديه على اتنين هتخرجني برا. تمام؟ لو خرجتك برا هتاخد لغاية الاتج. اوكي؟ يبقى هتقول لي ان عرض الفيرشوال. العرض التخيولي. اللي مش موجود. للقعدة اللي في الاتجاه القصير. تحت العمود ده مترو سانتي. وتحت العمود التاني مية واحد واربعين سانتي. هي الفكرة بمنطقة البساطة. لما بتيجي توزع احمال بلاطة على كاميرا. بتقول ايه؟ فيه long direction وفيه short direction. تمام؟ بتقول ان الاحمال بتروح دايما في الاتجاه القصير اعرف. اوكي؟ هي الفكرة هنا انك بتقول ان فيه beam virtual مدفون. موجود هنا تحت العمود ده. ده العرض بتاعه. يعني ايه الكلام ده؟ هتجيب بي سي واحد تحت العمود واحد و بي سي اتنين تحت العمود اتنين. وتوزع عليها الحمل بتاع العمود واحد والحمل بتاع العمود اتنين. وتصمم على الحمل الجديد الفيرشوال دوت. تصمم الاتجاه القصير بتاع الاعداء المشترك. وصلت؟ تمام؟ يبقى في الشورط direction هتقول لي انه هناك depth جديد. تهمتوا؟ الثلاثة وسبعين اللي انا وانت اتفاقنا عليهم. ايه الثمانين نايس الكافر سبعة سانتي ولكن هشيل منهم اتنين سانتي اللي هي. تمام؟ تخانت السيخ ليه؟ لانه هناك فارش وغفر. تمام؟ يعني اتنين سانتي دي تفرق ممكن تفرق؟ اوكي؟ تمام. يبقى البيم الاولاني متر وصمتي. عرض البيم التاني مية واحدة واربين سانة. هتاخد؟ حمل العمود الاول وتقسمه على البيم. اتنين خمسة وستين. حمل العمود التاني وتقسمه على البيم. الاتنين خمسة وستين برد. خلي بالي. البيم الفيرشوال ده انا بعمل به ايه؟ بحطه فيه الحديد اللي هيطلعلي في الاتجاه القصير. تكثيف للحديد اللي هيطلع في الاتجاه القصير فقط. اوكي؟ تمام؟ كمل معايا. ده الموزة. هتاخد عند وش العمود وتحسب المومنت في الاتجاه القصير. يبقى المومنت اللي العمود واحد طالع اتنين وخمسين ميتر طانب؟ المومنت عند العمود اتنين طالع سبعة وسبعين ميتر طانب. اكي؟ من البديه انك تصمم على ايه؟ على الاكبر تاخد السبعة وسبعين تصمم على ايه؟ ار اوميجا وتجيب الاريا ستين. طلع الاريا ستين اتنين وتلاتين وكسور اتنين وتلاتين سانتي وكسور. تطلع كمية الحديد اللي انت عايزها. طلع تسعة في اتنين وعشرين. ايه ايه تسعة في اتنين وعشرين؟ حديد هيتحط غطب. سوفلي ويتوزع على عرض متر واحد واربائين تحت العمود نمرة اتنين. وصلت؟ حديد سوفلي غطب. تمام؟ يتحط في الاتجاه القصية. يتوزع على عرض مقداره متر واحد واربائين. اسفل العمود رقم اتنين. اوكي؟ وبعدين؟ هجيب الستيل تحت العمود الاصغر شوية. فطلع ستة فاي اتنين وعشرين. اوكي؟ هترسم لي الشير فورس دياجرام زي ما رسمناه قبل كده. تجيب الماكسيمم شير. لو ده طلع سيف خلاص كلها هيبقى ستة. دي الشير فورس تحسب منها الشير طلع ستة كيلو. تحسب القلاوة بالشير. طلع ستة ونص ايه. لو القيمة الكبيرة سيف خلاص؟ ما انتش محتاج انك تعمل تشيك على باقي السكشن. تعالى تشيكو ببانش. ايه اللي بيحصل؟ بتقول لي ان انا عندي العمود نمرة اتنين. هرسم المستطيل تخيولي. حوالين? ابعاده? ايه? بي اتنين. وبي بي اتنين. ابعادهم كام? سبعين زائد تلاتة وسبعين. سبعين زائد دي على اتنين يمين زائد دي على اتنين شمال. تحت. العرض تلاتين زائد دي. اوكي؟ هتجيب البانشنج برامتر. المحيط بتاع المستطيل اللي ممكن يحصل عليه بانش. هتجيب البانش فورس تحت العمود اتنين. انا ليه مركز على اتنين؟ لانه لانه الاكبر. فلو الاكبر طلع سيف. الاقل هيبقى بيري سيف. اوكي؟ خلي بالي. البريشر بقى. الابلفت بريشر اللي هتحسب عليه البانش ستريس. اوكي؟ قيمتوا قدي ايه؟ هفكرك ان ما زالنا بنفترض ان احمال العمود متوزعة على الاريا بتاعت الانفورسة كلها. وان في حمل عمود اتجاهه من اعلى الاسفل. وفي ضغط ابليفت بريشر من اسفل الى اعلى. بيأثر على المستطيل داني. قيمة البرشر مجموع احمال العمودين مقسومة على الاريا بتاعت الانفورسة كونكري. وصلت. البرشر الابلفت بريشر اللي هتضربه في مساحة المستطيل هي القيمة اللي طلعالك دي مباشرة. هتعمل تشيك على البانش. تجيب الالاوب البانش استرس. عندك اتناشر تسعة من عشرة. اتناشر خمسة وعشرين وتسعة من عشرة. تاخد المينمم الاطناشر. البانش استرس طلع ستة اتنين وسبعين. البانش الالاوب الاطناشر. ايه بس ايه? اوكي? ثم ماذا? هتبدأ تسلح في الاتجاه الطول. ركز معاك. ده كان الحيز اللي فيه الماكسيمم مومنت. علوي. احط له الحديد المين? العلوي. اوكي? طيب. المومنت اللي قال كان يقع في هذا الحيز. نتيجة المومنت التلاتين طن. تمام? يبقى انا احط له حديد سوفلي طولي هنا. تمام? طيب. المومنت قيمته بتقيل. يعني المومنت اللي تحت العمود نمرة واحد اقل قوي من اللي تحت العمود نمرة اتنين. هل اقل له الحديد? يسمح لو كانت الفرق كبير قوي. يعني مثلا هنا عشرة فاي ستاشر وهنا انت محتاج خمسة. فيش مشكلة انك تقلل. انما لقيت ستة فاي ستاشر. والمنمم للقطاع اصلا ستة ستاشر. هتعمل ايه? هتمد الحديد طولي كله. يبقى انت كده هسلحت الاعداء المشتركة ها? سوفلي واقول لي ولكن في الاتجاه الطولي. طيب في الاتجاه العرضي تعمل ايه? تمام? خلي بالك. ده الفرش? الاسياء? ده كان الفرش في الاتجاه الطول. يبقى الحديد اللي هنحطه عرضي تحت العمود نمرة اتنين هو الغرط. تمام? عشان كده لما جينا نعمل التشيك على السيكشن خدنا الدبت كام? واحد وسبعين سم. طرحنا الديامتر بتاع السيك. اوكي. هل انا محتاج حديد علوي? ايوة محتاج. تمام? لازم شبكك. لان عندي حديد علوي في الاتجاه الطول. مين هيشيله? اه. تمام? هعمل حديد عرضي في الاتجاه الطول. والرجل نزله زي كورسي عشان ترص عليه الحديد العلوي. وصلت? فات. اتلاقي نفسك عملت ايه? تحت العمود نمرة واحد نفس القصة. التسعة فاي اتنين وعشرين اللي اتفقنا عليهم? موجودين. هنا. ستة فاي اتنين وعشرين. الحديد المتركز تحت العمود فقط. خلينا اورهولك? في الاتجاه الطولي. تفضل. اولا. المنمم منمم في اي بتاعه? لا. ده. لا. فيه منمم اريا ستيل كمان. نتيجة المهم. ان ده ما المنمم منمم كاي حديد تسليح في الاواعد عمود. ده الحديد التسعة فاي اتنين وعشرين. كان غطب سفلي تحت العمود نمرة اتنين فقط. ده الحديد الستة فاي اتنين وعشرين. كان غطب سفلي تحت العمود نمرة واحد فقط. هو ده اللي انت هتزرهولي لما تيجي تسلح لاتجاه العربيين. التسعة فاي اتنين وعشرين. والستة فاي اتنين وعشرين. اي اسئلة؟ شكرا.